نوها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي يطلع به أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني وفي دفعها قدما نحو بلوغ أهدافها في مختلف الميادين السياسية والتنموية والاقتصادية لا في تنسموه للاستقباله لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة إلى أن شعب البحرين عبر تاريخه سطر قصص نجاح في الوحدة وحب الوطن والبذل والعطاء في سبيله تستحق أن تكون مثالا يحتذا به وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهدمام الحكومة بالاستمرار في تبني المبادرات التي ترتقي بالكوادر البشرية تعليما وتدريبا وتجعلها عنصرا فاعلا في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد الموفدة وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتطور الذي تشهده مختلف قطاعات العمل في المملكة والذي يعد نتاج مسيرة طويلة وأجيال متعاقبة أسهم بجهدهم وعملهم وحسهم الوطني واستجاباتهم لبرامج الحكومة المختلفة في صناعة إنجازات جعلت البحرين تحظى بالريادة الإقليمية والدولية في مجالات عدة